موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية طالباتنا وطلابنا الأحبة طلاب الجامعة الهاشمية مستوى السنة الثالثة معكم الدكتور محمود العلي إن شاء الله في هذا الفيديو رح يكون أول محاضرة عنا في مادة الأم أساس باثولوجي طبعا مادة الأم أساس باثولوجي رح مين لي تحكي عن الاسكن ديزيزز ورح نحكي فيها عن خليني نحكي الاسكيلتال والمسلز ديزيزز اللي هم البون ديزيزز مين لي بشكل أساسي طبعا كثير المادة فيها تيومرز وبالتالي بتتطلب مننا دراسة أول بأول وحفظ ومراجعة بحيث ما يجي يوم الامتحان إلا وإحنا متمكنين وإن شاء الله رح أساعدكم بحفظ المعلومات اللي موجودة معنا خلينا نبلش أول شيء في محاضرة اللي هي الاسكن باثولوجي أو الاسكن ديزيزز قبل ما نبلش في الاسكن لازم نذكر شوية وشوية اناتومي وشوية فونكشن لهاي الاناتومي في الاسكن لو جينا اطلعنا إحنا فعليا على الاسكن اللي موجودة عندي هاي الاسكن إحنا رح نقسمها إلى أول شيء منلاحظ أنه الاسكن أول لير فيها اللير العليا من سميها الإبي دانمس والليار اللي تحتيها من سميه الدرمس أو الأدمة وعندي اللير الاخيرة اللي هي الهايپو درمس وهي اللير الاخيرة في اللي هو ترتيب الاسكن طبعا شو الكومبوننت اللي موجود في الإبي دانمس منلاحظ أنه الإبي دانمس بتتكون من أكثر من لير أصلا في داخلها وكل هاتهم ببلسوا في كلمة стрاطم ستراطم كورنيام ستراطم جرانيولوزم ستراطم سباينوزم والستراطم بيزالي وأكيد الستراطم بيزالي وين موجوده في البيز تبع الإبيديرمس وفقيها في عندي اللي هم البيزلسل هدول اللي احنا شايفينهم فوق اللي هو البيزمنت ميمبرين تمام اللي هم بشكله الستراتم بيزالي وهي الستراتم بيزالي حتى تكون مشبوكة مع الديرمس في عندي زي بروتينات ووظيفتها بتعمل أنكر بتثبتها وبتربطها مع الديرمس هدول شي منسميهم البروتينات منسميهم هيمي ديزموزومز هيمي ديزموزومز وراح نشوف صورة عليهم لما نحتاجهم كمان شوي بس إن جنرال شو وظيفت الهيمي ديزموزوم إنه يربطوا السلس تبعت الإستراتم بيزالي وهي والديرمس يكون في بناتهم كونيكشن نيجي إلى شيء مهم في هدول اللي هيرز شو الإشي المهم عندي أول شيء مهم إنه تعرف لي طبقة الإستراتم كونيوم اللي هي الطبقة الأولى أو الطبقة العليا مما تتكون هي عبارة عن كيراتين لير هاي الكيراتين بتصنع في خلايا اسمهم الكيراتينوسايت بتكون جزء منها موجود بالبيزل أو باللي هيرز اللي هو السفلية بتطلع الكيراتين هذا الكيراتين لما يطلع بيثقد لنيوكليايت تبعته وبطلع للسيرفس وبموت وبالتالي بتشكل لي طبقة الإستراتم إيش كونيوم وبالتالي هاي الشغلة مهمة جدا تعرفون إنه هي عبارة عن كيراتينايز لاير في الشي فيها نيوكليايت كمان الشغلة الثانية اللي بدي أياكم تعرفوها إنه من اللييرات الموجودة عندي هون في لير اسمها سباينوزم وهاي نوعا ما وظيفتها إنها تثبت اللي هم اللييرز مع بعضهم البعض يعني بكون لها أذرع سباينوزم تمام بتثبت اللي هم اللييرز مع بعض هالبعض طبعا إذا بتلاحظوا السل الموجودة في الإبيديرميس كلياتهم تقريبا كونيكتد يعني هم السل مرتبطات مع بعضهم البعض كمان بتلاقي في شوية سبيسز بينهم يعني مش كوندنست ومكثفات وكلياتهم بكميات كبيرة أو ملتسقات في بعضهم البعض هم مرتبطات في بناتهم شوية فرغت وبالتالي اللي سلز ار كونيكتد وليتل سبيسز ار بريزنت ليش هاي المعلومة بتهمني هنحكي كمان شوي عن سيتن ديزيزز إشي بيقلل السبيسز وبيجي بزيد الكثافة تبعت اللي هو السلز وفيه أشياء بتبعد السلز عن بعض وبتحط بناتهم مثلا مي وبالتالي بتفقدك اللي هو فكرة اللي هو وجود اللي سبيسز وبالتالي راح نحن نسميها هاش منسميها سبونجيوسز سبونجيوسز يعني راح نحكي انه هذول السبيسز زادت والسلز انفصلت وخسرت الكنيكشن اللي كان موجود عندهم لو جينا طمعا على طبقة الديرمس اللي بهمني تعرف لي انه فيها البلاد فيزل فيها النار فيها الهير فوليكيلز كل اياتهم بكونوا موجودين بالديرمس ومن الديرمس بهمني جدا تعرف لي لير واحد فقط هي اللير العليا اللي منسميها بابيلاري ديرمس البابيلاري ديرمس هي اللي بدي اياك تعرف لي اياها هاي البابيلاري ديرمس شو وظيفتها وظيفتها انها بتتحكم بلي هو الوايف نس تبع مين تبع الجلد يعني انذا انت بتشوف الجلد هيك ماشي بشكل متعرج او ويفي مين المسؤول عنها البابيلاري ديرمس وكلما زاد الصيز تاحه كلما زاد الوايفي شيب تاحه كلما انعكس هذا على الوايفي شيب تبع الاسكن هاي ان جنرال اهم الشغلات والهايبو ديرمس شو فيها فيها اللي هو عبارة عن سبيشيوس ايش ايجلد طبعا ان جنرال احنا اي ديزيز بيجيني لا اللي هو الاسكن لازم اكيد زيه زي اي مرض ناخذ من البيشنت هستوري نشوف الجروس ابيرانس شو معنى جروس ابيرانس شو معنى جروس ابيرانس يعني انت ايش اشياء بتشوفها بالعين وهاي الاشي كثير مهم لدرجة انه اللي سلايد اللي بعدين راح اعرفك كل احتمالات الجروس ابيرانس اللي ممكن تشوفها شو بنسميها وكيف بنوصفها لانو منميز فيها الديزيز عن بعضها البعض كمان مهم جدا نتشوف الديستريبيوشن اوف ليجينز هتشوف في امراض بتكون على الهاند امراض في الفوت امراض في الثنتين وبالتالي هاي الشغلة مهمة كمان بنا نحكي عن المايكروسكوبك فايندينغز واكيد بتعرفوا ان الدكتورة كثير بتركز على المايكروسكوبكال فايندينغز خلينا نبلش في الاسكن ليجين عملتلكو هذا المخطط هذا المخطط الهدف منه انه يسهل علينا التعريف المطلوبة منه هس الدكتورة بالعادي ما بتطلب التعريف انهم يجوا بالامتحان ولكن هدول المهمات لانه هدول التيرمز اللي موجودة او الليجينز بتكون عاملة ديسكريبشن لسيرتين ديزيزز فبتميزها من خلال هدول الليجين فحتى تكون فاهم شو هم الليجين راح احكي لك انه الاسكن ليجين بناء على المايكروسكوبك لها يعني تقسيم مختلف عن المايكروسكوبك اللي هو التقسيم تباحة تحت المايكروسكوب نيجي للمايكروسكوبك فيترز اللي انا بشوفهم بالعين هاي الاسكن ليجين قد تكون افلات وقد تكون شو معنى افلات؟ افلات يعني يا دكاترة ماشي مع سطح الجلد مش طالعة عن الجلد يعني لو لمستها بايدك ما بتحس اشي هي نفس نفس المستوى تبع الجلد تبعك وبالتالي هاي منسميها فلات ليجين يوجول هاي الفلات ليجين طيب ماشي مع الجلد ليش ما تكون جلد لا هي غالبا بكون فيها تغير في اللون تبعها يعني هي غالبا هون في الفلات ليجين بكون كل تركيزي على اللي هو التغير باللون ايضا باي هايبر بيجمنتيشن يعني لون غامج او هايبو بيجمنتيشن لانه ما في فيه بيجمنت فبكون اللون تبعه فاهي او فاتح وبالتالي الفلات ليجين يوجول التشينج اللي بكون فيها كالر طيب بحكو لك هاي الفلات ليجين عشان نميزها صورنا بنا نعتمد على الصيز اي فلات ليجين تحت الخمسة مليميتر يعني تحت النص صانتي الصيز تبعها منسميها ماكيول طيب اذا كانت اكثر من خمسة اذا كانت اكثر من خمسة مليميتر او اكثر من نص صانتي شو منسميها لطخة او باتش وبالتالي انا في عندي ماكيول وفي عندي باتش والماكيول اقل او يساوي خمسة مليميتر هو فلات سكن ليجين طيب بالمقابل الباتش هي فلات سكن ليجين ولكن هي اكثر من خمسة مليميتر وراح نحكي عن هذول الفلات سكن ليجين كيف رح نشوفهم في سيرتين ديزيزز تمام فيها ماكيول وفيها باتش اجتي Mle Shamating, ما معنى意 به Are you sure you deep down your emotions or are engaged in examination باهoningавاعي بهالعين المجرد ب وray'm learning mandated by the ordinary skin بتلاقيها طالعة من الربعة طيب ,دكتور طالعة من الربعة ما يعني enlaréfSí هم شغلتين أساسياتي الأولى اما انها تكون Solid Legion شو معنى solid يعني لو حسيتها بتلاقيها قاسي قاسي صُلِد będ using fluidened legion ما يعبد يسوائل وبالتالي هاي السواء اللي بتعطيها شوية طراوية وبالتالي إما راح تكون fluid filled elevated skin legion أو solid elevated skin legion نيجي لأول واحد فيهم اللي هو solid skin legions هذول solid skin legions بنقسمهم إلى deep solid elevated skin legion أو not deep solid elevated skin legion شو قصدك يا دكتور ديب؟ ديب يعني لو إجيت وحاولت تحسوها وحطيت أصبعك بهاي الجهة والأصبع الثاني بالجهة الثانية وحاولت تحركها تلاقيها موجودة داخل طبقات الجلد إلها depth إلها عمق وبالتالي منسميها deep solid elevated legion مين أشارها؟ من أشارها إشي منسميه النوديولز النوديول وهاي النوديول منلاقي depth تبعها العمق تبعها size تبعها كم بكون depth أو size أكثر من 5 مليمتر أكثر من 0,5 سنتي تلاقوها هيك حبة كبيرة تمام إلها dome shape زي ما إحنا شايفين زي القبة بتكون طالعة من الجلد العمق أو الحجم تبعها كم بيكون أكثر من 5 مليمتر أكثر من 0,5 سنتي وبتكون سلط في شفيها إشي طيب لو إجينا بدنا نمسكها ما لقيناها deep يعني يا دكتور بتحسها شوي touch base الفوق بالليير الفوق مش داخلي لجوة طبقات الجلد هاي منسميها النضيب النضيب على شكلين إما بتكون dome shape نفس الإشي ولكن size تبعها صغير وبالتالي هي اسمها papule papule بتكون أقل أو تساوي 0,5 سنتيمتر أو 5 مليمتر وبالمنطق أنا لما أحكي أكثر من 5 مليمتر ليش لأنها دخلت في داخل طبقات الجلد فصار size تبعها أكثر من 5 مليمتر بينما papule اللي منشوفها كثير في حبوب الشباب اللي هم من الأكني حتى النوديول منشوفها في حب الشباب الأكني إذا شفتوا حدا عنده حب شباب أو صابكم حب شباب هاي البابول بتكون أقل أو تساوي 5 مليمتر size تبعها طيب يعني كيف بدأتكون شكلها يعني بدأتكون dome shape وصغيرة أصغر من مين أصغر من النوديول طيب اللي بليك اللي بليك شو هي اللي بليك بتكون برضو not deeply في داخل طبقات الجلد ولكن surface اللي هو يا خلينا نحكي القمة تبعتها التوب تبعها بيكون flat وبالتالي رح تكون يعني بالزبط زي هيك زي شكل درج أو بسطة وبالتالي هاي هي طب هاي اللي جن بحكي لك العرض تبعها العرض تبعها أكثر من 5 مليمتر طب هاي البليك من وين طلعت طلعت هاي البليك من أنه إجت بوبيولي جمعت مع بوبيولي مع بوبيولي مع بوبيولي وبوبيولي بينهم طلعوا كيف صار القمة تبعتهم flat وصار size تبعهم اللي هو خلينا نحكي أو والدياميتر تبعهم العرض تبعهم أكثر من 5 مليمتر وبالتالي البليك هاي شو فكرتها هي عبارة عن تراكمات من اللي هو البابيول بتجنب بعضهم البعض صار السيرفس تبعهم flat وصار اللي هو الدياميتر تبعهم أكثر من 5 مليمتر وكلاهما البابيول والبليك اللي بيبالشوف حرف P not deep بينما النوديول النوديول بتكون داخل إلى جوة نوديول داخل إلى جوة بتكون deep وأكثر من 5 مليمتر طيب هيك ما نكون إحنا حكينا عن solid elevated skin legion وفهمناهم طيب إش رأيك الدكتور تحكي لعن fluid filled elevated اللي هو solid legion بحكي لك هون fluid filled شو فكرتها بناء على الفلود اللي هي متعبئة فيه هل هي معبئة ببس هل هي معبئة في non-purulent material يعني مش بس يعني مثلا سوائل أو protentious material لو كانت معبئة ببس شو منسميها بوستيول بغض النظر عن الحجم تبعها مجرد وجود الصديد الأصفر اللي بيكون فيها منسميها بوستيول طيب الدكتور لو ما كانت تعبيل فيها non-purulent يعني fluid filled يعني لو طلعت عليه سائل شفاف هاي منسميها physical أو bully طيب physical والبلي شو الفرق بيناتهم بيقولي physical إذا كان الحجم تبعها أقل أو تساوي 0.5 سنتي والبلي بتكون أكثر من 5 مليمتر أو 0.5 سنتي وبالتالي physical بتكون حبة صغيرة براسها في مي تمام حجمها أقل أو تساوي 5 مليمتر بينما البلي البلي بتكون أكبر أكثر من 0.5 سنتي وبكون فيها مي تمام وهاي بتكون الحبة اللي مجمعة مي اللي عندي هاي البلي أكثر من 5 مليمتر أو 0.5 سنتي وبالتالي هاي هي أمثلة non-purulent fluid filled elevated skin legions هيك بنكون إحنا خلصنا من elevated skin legions solid أو اللي هو إيش fluid filled skin legions طلع منها ونروح نشوف المايكروسكوبك تشينجز بدي أحكي لكم عن أحد التشينجز اللي منسميها الويل الويل اللي منشوفها مع الشراه مع الأرتكارية تمام وراح نشوف اليوم اللي هو صورة الويلز وراح نحكي عن الأرتكارية هاي الويل شو فكرتها الويل بحكي لي إيش هي هي عبارة عن slightly elevation تمام في الجلد يعني بكون الجلد slightly elevated عشان هيك أنا مطلع لك ياه من اللي هو الجلد بكون itchy وبكون اللون تبعها ثاهي أو فاتح وراح أفرجيكم إياها هي بتعرفوا بتشبه مين هي مرتفع هي أقلهم ارتفاعا يعني هي أقل واحدة فيهم ارتفاعا كثير بتشبه البليك أو بتشبه حتى الفلات ليجين بس أعلى منها بشوي يعني تخيلوا أعلى شوي من الفلات فبتكون هي زي لطخة هيك الفلات بتكون بتحكحك وبتكون معبي بي اللي هو إيش السوائل وراح نحكي عن هاي الويل إنه هي بتعتبروها كايند من الإدماء اللي بتصير في داخل اللايرز تبعت الاسكن طيب هيك سمعنا عن الويلز منا نروحها سنحكي عن مين عن المايكروسكوبيك تشينجز اللي بتصير وهدول مهمات نكون عارفينهم لأنه كثير حيتكرروا معانا في الليجينز وأكيد أنتوا بتعرفوا الدكتورة كثير بتركز على المايكروسكوبي والمورفولوجي بيحكيلي في المايكروسكوبي عندي إما بتكون تغيرات صارت على ليفل الإبيديرمس أو تغيرات صارت على ليفل الديرمس نيجي للتغير اللي بصير على ليفل الديرمس ونخلص منه لأنه هو تغير وحيد شو بيحكيلي شفتوا اللير تبعت البابيلا اللي حكينا عنها طب لو هاي البابيلا إيش صار فيها صار فيها هايبربليزيا يعني زاد عددها وصار فيها النارجمنت كبرت شو اللي رح يصير رح يصير عندي إشي اسمه بابيلوماتوسيس أوسيس يعني كثرة وبابيلو من بابيلي وبالتالي بابيلوماتوسيس وبالتالي صار فيها هايبربليزيا أو إنلارجمنت في البابيلا طيب نيجي للتغيرات اللي بالإبيديرمس التغيرات اللي بالإبيديرمس هي إما تغيرات على ليفل الكيراتين تمام على ليفل الكيراتين تصنيعا أو وجودا في الاستراتم كورنيم أو تغيرات بتكون في كل التركيب في كل الاستراتم في كل السلس نبلش في التغيرات على مستوى الكيراتين ممكن الكيراتين لسبب مرضي يزيد إفراز الكيراتين طيب يعني الكيراتين وسيتصار تطلع الكيراتين كثير سيطلع كل ياته على السطح حيشو بنسميها هايبر كيراتوسيز إذن الهايبر كيراتوسيز هو ثيكنينج بصير في الاسكن نتيجة لزيادة إفراز الكيراتين وهي من المشاكل اللي بتصير في المايكروسكوب اكتشينجز في الإبيديمز طيب ممكن يكون هذا الكيراتين اسمعه شو بدأحكي إحنا حكينا وهو طالع بيفقد نيوكلياي وبطلع على اللير اللي zero stratum conyium وبكون ميت طيب لو ضلت نيوكلياي فيها شو بنسميها بارا كيراتوسيز إذن شيعني بارا كيراتوسيز في داخل الكيراتين في اللي هو الليرات المختلفة في الستراتم كونيوم میللي طيب ولنفرض إنه الكيراتين طلع والأصل إنه بعد ما يطلع من الكيراتين وسيت يطلع لفوق لا هو ما طلع لفوق ضل في اللييرز اللي تحت الستراتم كونيوم يعني ما طلع للسطح ما طلع لمكانه الطبيعي هاي شو منسميها منسميها ديس كيراتوسيس شو يعني ديس كيراتوسيس يعني عملت كيراتينايزيشن في ليرات الأصل فش فيها كيراتين الأصل الكيراتيني يكون موجود في الاستراتم كورنيم بس انت عملته الصب بلوء اللي هو الاستراتم كورنيم وبالتالي هاي شو منسميها ديس كيراتوسيس إذن هيك خلصنا كل التشينجز اللي بتصير على لفل الكيراتين هايبر كيراتوسيس بارا كيراتوسيس وديس كيراتوسيس طب شو التغييرات اللي بتصير على مستوى السيلز احنا قلنا انه السلز يا ذكات رائلها عدد معين طب ولنفرض انه هاي السلز زاد عددها زاد عددها وتوجدها شو صار فيها هايبربليزيا هاي شو منسميها أكنثوسز أكنثوسز شو معنى أكنثوسز يعني هايبربليزيا في اللي هو إيش السلز اللي موجودة في داخل اللي هو مين في داخل الليرس تبعك الإيبديرمس مين لي الكيراتينوسايت بيزيد عددهم كثير وبالتالي بيصير عندي أكنثوسز وهاي حتشوفوها كثير موجودة بديزيزيز من هالسكري واصلا هاي بتكون ممهيدة للسكري للديبيتس هنحكي عنه بعدين كمان ممكن يصير في عندي انت حكيتلي انه في شوية كونكتف تشو أو كونكشن ما بين مش كونكتف تشو عفو كونكشن ما بين السلز عن طريق اللي هو الاسبونجيوزاز تمام ولنفرض انه هذا الكونيكشن خسرته لوسوف كونكشن شو بصير في الخلايا هون بتبلش هاي الخلايا تبتعد عن بعضها البعض وتتحلل وتنكمش ويعبي حواليها مي هاي من سميها أكانثولايسز شو من سميها أكانثولايسز و بالتالي انا ضوبت الكونيكشن الموجود وبالتالي النتيجة اللي صارت شو هي النتيجة اللي صارت عندي أكانثولايسز طيب لو صار في عندي تجمع للفلويد بالتحديد و اثرت على استراتم استراتم أثرت عليها شو رح يصير عندي ايش اسمه استراتم إذن شو الـ Spongiosis هو إدمة بتصير في داخل الإبيديرمال اللي هو إيش سيلز هيك بنكون إحنا خلصنا كل المايكروسكوب إكتشينجز وخلصناهم ولم ينالكم إياهم بمخطط واحد يلا خلينا نراجعوا مع بعض من السلايدات أول إشي بحكي لي شو هي الماكيول الماكيول طلعا بتكون سيركمسكرايب يعني بتكون الحدود تبعتها بتقدر ترسمها ليجين فيها أهم إشي ديسكالاريشن زي ما حكينا أقل أو تساوي نص صانتي وطلع أشارات لي على الصغيرة بينما هاي اللي كبيرة شو منسميها باتش الباتش بتكون سيركمسكرايب فلات ليجين برضو ديسكالاريشن زي ما حكينا طلعوا كيف اللون غامج تعهم تمام لونهم بني أكثر من نص صانتي في الصيز كبان في عندي البابيول البابيول حكينا كوي كيش بكون إليفيتد دوم شابد ممكن يكون فلات في التوبد يعني شوي التوب تاعته فلات ولكن أهم إشي إنه مرتفع زي الهضبة طيب والسايز تبع اللي هو البابيول أقل أو تساوي نص صانتي متر إن ديمتر مين اللي عكسها أكثر من نص صانتي متر وبرضو بتكون إليفيتد آه والله هاي النوديول بس أهم إشي تعرفوني إنه النوديول شو بكون ديب هاي الفرق بين وبين البابيول بكون ديب وبكون أكبر بالحجم طيب شو رأيك في البليك البليك برضو إليفيتد وتوبد ليجين بتكون فلات توبد لأنه احنا حكينا هاي البليك هي تجمع تجمع البابيولات مع بعضهم البعض بعطيني اللي هو إيش زي الفلات توبد ليجين تمام بس بتكون إليفيتد شوي زي ما حكينا والدياميتر تباحة أكثر من خمسة ملي متر طيب البوستيول مجرد ما سمعت بوستيول إعرف إنها هاي هي البصفلد وهي أيضا من الريز ليجين زي ما إحنا شايفين طلعوا كيف لون البص هون أصفر وحوليه حمار تمام وبالتالي هاي منسميها إيش بوستيول هاي شو منسميها طلعوا هاي الأشياء الموجودة عندي هون هاي بابيول هاي بابيول بابيول اللي أكبر منها واللي مبيني دوم شي بدو بتكون داخلي جوه الاسكن وأكثر من نص صانتي هاي منسميها النوديول طيب اللي بتيجي على شكل اللي هو إيش نطخة بس بتكون مجموعة بابيولات رأسهم فلات تجمعوا كلياتهم مع بعض ومن بعض وهي الدياميتر تباحها أكثر من نص صانتي هاي شو منسميها بليك وهاي حنشوفها اليوم بمرض السوريسز مرض الصدفية بيكون هيك شكل اللي بليك تبعته فقيها سكيل قشرة وتحتها اللي هو إيش إريتيميتاس بليك وهاي صورة البليك زي ما شفنا طلع وكيف إنه ديول هي إيش عندي ديب وهي عندي إيش البابيول لو حركتها بتتحرك ومجموعة البابيول مع بعضهم بعض شو منسميهم إبليك طيب شو الفيزيكل والبلي والبليستر حكينا عن اللي هو البسفلد بوستيول طيب فلوتفلد بدي أسميهم فيزيكل أو بلي أو بليستر مصطلح بليستر يا دكاترا هو يطلق إما على البلي أو على الفيزيكل يعني هو مصطلح عام بيحتويهم الثنتين البليستر قد تكون فيزيكل أو قد تكون بلي فهو مصطلح عام طبعاً بتكون في الويتفلد إذا تحتن أو تساوي لهو النص سنتي فيزيكل إذا أكثر من نص سنتين ديمتر هاي البوليو والبليستر حكينا كمونتين ملائلهم الثنتين طلعوا كيف الفيزيكل أصغر من البوليو وكلاهما معبيين مي كلاهما معبيين مي طيب هاي مرات اللي بليستر شو بصير فيها بصير لها أوزنج أوزنج يعني بتفقع بتربتشر بتخسر السوائل الموجودة فيها طيب لما نخسر إحنا السوائل الموجودة فيها راح تطلع وتتحول بدالها المنطقة اللي موجودة هي فيها إلى قشور يعني راح تتحول غالباً هاي بعد ما تفقع ونحكعكها شوي بصير لها إيش سكيلي أبيرنس طلعوا بتشبه اللي هو القشور اللي موجودة فوق اللي هو الحية أو أي كائن حي عنده قشور وبالتالي هاي شو بنسميها سكيل إذا شو اللي سكيل هي دراي لأنها كان فيها سوائل وفقعت هورني بليت لايك إيش ليرس وبالتالي عندي هاي لير بتكون دراي هورني بليت طيب حكينا عن الويل الويل اتشي بتحك الويل ترانزيان شو معنى ترانزيان يعني بتروح لحالة وححكي لكم اليوم إنو الويل يوجولي بتروح وذن توني فور أورز خاصة اللي منشوفها في اللي هو إيش الأرتكارية كمان عندي بتكون إليفيتد ليجين الويل شوي معها باريابل إريديما طب هاي وين الإدمة تبعتها آه الإدمة في الديرمال لير فوق كان مكتوب إبي ديرمال إدمة عدلوها هي ديرمال إدمة وبالتالي هي ديرمال لير إدمة طب بتهمني بتهمني واليوم رح نعرف كيف البروسيس اللي بتصير فيها وحنشوف صورة على الويلز طب شو مصطلح إكس كورييشن إكس كوريشن معناها تخدشات يعني أنا بصير في عندي فشر بتيجي عندي ترومة بتبعد طبقات الجلد عن بعضها البعض يعني تشققات أو تسلخات أو تخدشات بالجلد وبالتالي إتس أتروماتيك سكن البرييكينج في الإبي ديرمس في اللير العليا غالبا بتكون منسميها زي ديب إيش سكراتشت وهي بتكون سلف انفلكتد يعني ممكن يكون الشخص نفسه حك حاله هاي منسميها إكس كوريشن طب شو اللايكينفيكيشن؟ اللايكينفيكيشن يعني بصير عندي ثيكنينج يعني بزيد السمك وبصير اللي سكن رف هاي غالبا بتنتج عن الريبيت دربينج إذن الإكس كوريشن حكيت حالي وخدشت اللي هو الإبي ديرمس ظليتني كل شوية حك حكك كل شوية حكك واحد عنده إقزمة على فترات طويلة بيظلوا يحك حكك بصير عنده لايكينفيكيشن بصير ثيكنينج بصير اللي سكن مور لونه براون بصير اللي سكن رف سكن هاي بسبب اللي هو إيش البرمنانط ربينج أو الكرونيك كونديشن اللي بتأدي إلى حكي لفترات طويلة نيجي للميكروسكوبك تيرمس الميكروسكوبك تيرمس يلا هاي بار كيراتوسيز آه هاي الثيكنينج في مين في الاستراتام كورنيم ليش لأنه أنا في عندي ابنورمال بروداكشن من الكيراتين طلعوا كيف الاستراتام كورنيم اللي هون كيف ثيكند فيها كلياتها موجودة فيها إيش كيراتين بكميات كبيرة وبالتالي هاي شو منسميها اللي هي هاي بار كيراتوسيز فيش اسمه بارا كيراتوسيس شو يعني بارا كيراتوسيز آه يعني ريتينشن في النيوكلياي يا دكتور في داخل اليهو الطبقات تباكت اليستراتام كورنيم طلع Leyوكلياي الأصل أنا ما أشوفها اللي Kia teveない للميكرياي الأصل ما تكون موجودة ولكن إذا أنا لقيت للميكرياي هاي منسميها ر متكون موضعم إيش في عندي شي اسمه أكنثوسيز أكنثوسيس شو هي ديفييوز آه هاي من تغيرات اللي بتصير عن كل ليبديرمال سل Lapidleretime Gel在 love daily dr risks ولا بتلاقوا فيها فراغ ولا كأن السل بتحسهم كل هاتهم مشبكين مع بعضهم البعض تمام وبالتالي هي ديفيوز هايبر بليزيا في اللي هو اياش الإباديرمال سلز في اشي اسمه ديس كيراتوسيش يعني ديس كيراتوسيز يعني الكيراتين اللي بيطلع ماله بريماتور وين بيكون هذا بيلو داستراتم اياش حتى مش بس كورنيام تحت الستراتم جرانيولوزم يعني تحت تحت بكون الكيراتين وبالتالي برضو هاي الاشي انعدله من المخطط اللي فوق انه هو بيلو داستراتم جرانيولوزم وما حيك انا حكي تلكو التعريفات مش مطالبين فيها مطالبين مفهم كيف بتصير اللي هي الميكانزم تبعتها وبالتالي هي هي ايش منسميها هي هاي ديس كيراتوسيز طلعو الكيراتين اللونهه اللي بيكون داية كيراتين لما ينصبغ بنصبغ باللون اللي هو ايش في الانتيستين بيكون لونه بينكيش وبالتالي بتلقو موجود تحت تحتCheتله هو خوط يرتبعتاللهêu طيب وفي عندي مصطلح اسمه اكانثولايسس يعني اكانثو يعني اصارت الانترسيولار ايش connection وبالتالي صار في عندي loss of cohesion تمام بين the keratinocyte هاي هي الأكانثولايسس طلعوا كيف السلز بلشت تتفرق عن بعض هالبعض تمام وبالتالي هاي أكانثولايسس في عندي شي اسمه spongiosis شو معنى spongiosis يعني إدمة بتصير في داخل السلز تبعية الإيبيديرميس وين مثال spongiosis نيجي هون spongiosis تطلعوا هون السلز كل ياتهم عبي سوائل وبالتالي هاي إدمة حوالين السلز شو بنسميها spongiosis طيب في عندي هون اشي اسمه papillomatosis شو معنى papillomatosis يعني بيرتفع السيفس بزيد فيه elevation بزيد فيه اللي هو التعبوجات الموجودة بسبب الهايبر بليزيا والإنلارج من تبعت الديرمن papillium وبالتالي هاي منسميها ايش papillomatosis papillomatosis على الليفل تبعت اللي هو البابلي ارتفعت البابلي زاد الثكن السبع البابلي رفع معها مين رفع معها اللي هو ايش الاسكن فهاي منسميها papillomatosis صارت زي finger like projection وهاي حنشوفها اليوم بالثوليل في الورتز تمام وبالتالي حنحكي عن هاي التغيرات وين راح نشوفهم وبرجأ احكي لكم كدفينيشنز مش مطالبين منا ولكن مطالبين ضمن الامراض طبعا السكن باثولوجيز ان جنرال هاي المحاضرة واللي بعديها اللي هم مخطط واحد شو المخطط بحكيلي هاي السكن باثولوجيز ايدر قد تكون انفلماتوري قد تكون انفكشواس قد تكون بليسترينج او بولس ومن اسمها معناته هاي فيها بولي وغالبا هذول الديزيز اوتو اميون ومنعالجهم بالاميون سبريشن وقد تكون سكن اتيومرز اذا هذول هم من كل اللي جنز اللي هنتعلمهم بالسكن ايدر انفلماتوري انفكشواس بليسترينجو بولس واخر شي حن يختم الحديث به الاسكن اتيومرز وما يؤدي الاسكن اتيومرز طيب نيجي نحكي عن الانفلماتوري واول اشي حنبلش فيه الانفلماتوري قد يكون اكيوت شو يعني اكيوت يعني بسرعة بيجيك يعني البرزنتيشن تبعته رابط او قد يكون كرونيك مزمن موجود مع المريض لفترة طويلة شو من الاخيوت انفلماتوري سكن ديزيزيز اللي هنحكي عنهم هنحكي عن الارتكاريا او الهايفيز هنحكي عن اللي هو الاكزيميتس ديرماتايتس الاكزيميتس ديرماتايتس راح نحكي عن الاريذيما مالتي فورميو كتبتلكوا تحت كل واحدة فيهم هيك شوية معلومات يتراجعوهم بعد ما اتخلصوا دراسة خلينا نبلش اول اشي في الارتكاريا بعدين نحكي عن الاكزيميتس وبعدين نختم الحديث في الاريذيما مالتي فورمي وهيك منكون خلصنا الاكيوت انفلماتوري نبلش اول شي في الارتكاريا يلا الارتكاريا غالبا بحكي لي بتيجي بعمر عشرين الى اربعين منسميها الشراه وهي كثير بتيجي عند الناس بعد اكل معينة دواء ما بتلقى شوي اللي هو صار عنده ايش حكي عنده ويلز اللي راح نشوف كمان شوي الصورة تبعتها هاي بنسميها ارتكاريا طبعا هاي الارتكاريا كيف الباثوفيسيولوجي تبعتها كالعادي معودكو كله حتطلع فاهمه وحافظه ان شاء الله خلينا نشوف كيف الباثوفيسيولوجي بيجي الدم الدم بكون محمل معه مواد هي عبارة عن عند هذا الشخص عملت له تحسس طبعا الارتكاريا انما نحكي فود ودرك ممكن شخص تاني يكون اخذ نفس الدوابس ما صار عنده تحسس اخوك اختك عادي يعني هذا الاشي طبيعي وهذا بعتمد على الريسبونس تبع البادي تبعك طبعا بحكيلي هون اللي هي هاي الاشياء اللي بتيجي قد تكون اوبييتس قد تكون انتبيوتك قد تكون ادرك قد تكون فود قد تكون فينومز من سنيك او غيرها بحكيلي هون الاشي اللي بدياك تعرفوا انه هذول الماتيريا اللي اللي جايات راح بطريقة ما او باخرى تحفز الماست سيل الماست سيل احنا منعرف انها اذا تحفزت بتعمل بتطلع اللي قرانيولز اللي موجودة فيها ومن هاي القرانيولز الهستامين بروستا cell degranulation يعني اطردت الـ granules اللي فيها. طبعاً عشان تصير هاي الـ degranulation اما الـ drug أو الفود أو الفينوم مباشرة بيرتبطه على اللي هو الـ receptor او على الـ antibody اللي موجود فوق الـ must cell اللي هو الـ IgE antibody تمام وبيحفزه اللي هو الـ degranulation او هم اصلاً بيجوا راكبين مع الـ IgE زي certain antibiotic opiates بتيجي اصلاً معها الـ IgE لما ترتبط مع الـ IgE وتيجي معاه هذا الاي جي اي لحاله انديريكتلي بيعمل استيميوليشن للماصد سيل وبقولها يلا انطلقي ويعمليلي دي جرانيوليشن اذا الميكانزم الاساسي في اللي هو الارتكارية هي ماصد سيل دي جرانيوليشن مهم جدا طب لما تطلع هاي الهيستامين او البروستاجلاندين او السيريتونين شو بتعمل اذا بتلاحظه انا بلشتلك البلد فيزل صغير بس كبرتلك مع اخره اول شي بتعمل دايليشن تمام يعني دايليتد بلد فيزل تعمل انفلميشن وبالتالي لما يزيد تدفق الدم في طبقات الجلد شو اللون اللي بتوقع لليجين يطلع احمر وبالتالي هاي بتعملي ريد ليجين اريثيمة الشغل الثاني بتطلع سوائل اكثر طب هاي السوائل اللي انا قاعد بحكي لك عنها وين طلعت طلعت حوالين البلد فيزل اللي موجودة وين جوة ديرمس في اللاييرز تبعة الديرمس لانه كل منزلنا لتحت في الديرمس بتزيد عني البلد فيزل وبكون البلد فيزل اكبر من البلد فيزل الموجود فوق واحنا حكينا كل البلد فيزل وين موجودين بالديرمس اذا رح يصير في عندي ايديمة في الديرمس يعطيك العافية ويل يا دكتور بقولك ويل 100% شو تعريف الويل هي ديرمال ايديمة عشان هيك بارتفع الجلد شوي شوي بس لانه جاي الارتفاع من الديرمس من تحت مش من اللييرات اللي فوق كلما كان لفوق شوي بكون الارتفاع اكبر طيب بارتفع شوي بكون لونه شوية احمر يعني بينكيش طيب ولانه طالع حوالي اليستمين اليستمين بعمل اتشي بعمل اتشينيس وبالتالي بصير فيه حكي ولانه الايديمة موجودة بالديرمس هاي الوصف تبع الويل وبالتالي انا عرفت كيف اتكونت الويل وطبعا بتتغطى هاي المنطقة كلياتها في المونونيوكليار سيلز للمفارقة الاكيوت ديزيزز اللي حنحكي عنهم الارتكاريا وغيرها من الاكيوت ديزيزز الاكزيما اغلب السيلز اللي بتكون فيهم من الدبليو بي سي هي مونونيوكليار سيلز في شوي تيسنفل فيه ماست سيل فيه اشياء ثانية ولكن اغلبهم مونونيوكليار سيل بينما الكرونيك حنشوف انه اكثر متجه باتجاه لنيوتروفيل وهاي مفارقة بسيطة خلوها في بالكم اذا هنتعبى عندي هون مونونيوكليار سيلز اذا هيك بتقولي دكتور خلاص انا صرت عارف اوصف لك المايكروسكوب والماكروسكوب ماكروسكوب ويه؟ المايكروسكوب يا دكتور في عندي مونونيوكليار سيل في عندي ماست سيل يا دكتور في عندي ايديما موجودة في طبقة اللي هو الديرمس هاي وصفت لك المايكروسكوب ووصفت لك المايكروسكوب مجرد ما فيمت الباثوفيسيولوجي وعرفت شو هم الأشياء اللي بتحفز الارتكارية يلا ستوب ذا ايجنت 24 ساعة الارتكارية بتسحب حالها وبتوح ولكن شو مشكلة الارتكارية مرات بتروح الويل وبيجي وراها هاي اللي بسود تقلدي لها فترة بعدين بتختفي أسابيع أو أشهر وبعدين بتختفي طب لو قلت لك كيف بدنا نعالجها بتقولي بسيطة ما هو أصلا قمة البلائجة من الديجرانيوليشن يعني لو شطبت الهيستامين أعطيت الشخص أنتيهيستامين أنتيهيستامين شو هيعمل حيلغي كل الأعراض وحيخفف الإدماء وحيحسن اللي هو إيش الكيس وبالتالي إتسي تريتد باي أنتيهيستامين إذن حكينا بسيطة ماسل ديجرانيوليشن وهي تعتبر تايب 1 هايبر سنستفتي ريأكشن وحاتتتعلموا الهايبر سنستفتي ريأكشن إحنا راح نركز اليوم مين اللي على شغلتين الأولى تايب 1 هايبر سنستفتي اللي هي الآي جي اي ميديات الموجودة بالارتكارية وحنحكي عن تايب 4 أو ديليد هايبر سنستفتي كمان شوي كمان عندي إذن حكينا تايب 1 أو دايريك إفكت الآي جي اي انديبندنت تمام زي الأوبيايت والأنتيبيوتك على المستسل هاي راح تعمل لك اللي هو إيش ويلز الويلز حكينا ديرما الإدمة بتختفي الويلز وذين 24 أور ولكن الساكسيسيب إبيسود تبعتها ممكن تستمر إلى ديز لامنس يعني بتروح من عنده من هذا المكان بتروح مكان ثاني بعدين بتروح بعدين بتروح مكان ثاني وهكذا وعشان هيك بضل عنده ساكسيسيب إبيسود طبعا بحكي لي ممكن تكون لوكاليز على بارت من البدي وممكن تكون جنرلايز على كل اللي هو إيش كل البدي والعلاج تبعها انتيهيستامين وشوفوا اللي فيهم كيف الباثوفيسيولوجي بصير يرعب لعب هون بحكي لي أول إشي انه هي عبارة عن سوبرفيشيال ديرما الإديما زي ما انتو شايفين الديرما اسم عباية تطلعوا كيف هون عندي المونيوكليار سيل والمست سيل تمام ونتيجة ديجرانيوليشن كلياتها موجودة شو اللي بريزنتيشن تبعتها لو بدأت يجيني بكيس طلعوا كيف بتكون شويه إليفيتد اللون تبعها بينكيش مش كثير إريديميتاس وبتكون إيش ما لها بتحكحك بتكون الويل بتحكحك وهي نتيجة اللي هو إيش الديرما الإديما ووصفها برايت ريد بتكون سلايتلي إليفيتد وفيها إتشي اللي هو إيش ليجن يعني بتكون معها حكي طيب لو إيجينا للإشي اللي بعديه اللي هو إيش الأكيوت إكزيميتس تمام إكزيميتس ديرماتيتس يعني اللي هي الإكزيمة طبعا الإكزيمة إليها أنواع بتختلف بناء على الإتيولوجي والمسبب وممكن حتى المكان تبعها والطريقة اللي صارت فيها بس أكثر إشي يعني إحنا منقسمها بناء على المسبب تبعها على الإتيولوجي طبعا بحكيلي بالبداية بتبلشي بفيزيكولر وإحنا منعرف إنه الفيزيكولر إذا فقعت صار لها أوزنج شو بصير إكراست ليجن وسكيلي ريزد إسكيلي إيش إبليك بعدين تتحول لبليك وبتصير ريزد وسكيلي فتحس إذا كانها بتلف لفة الإم العروس أول إيش بتكون معبية اللي هو فلويد بعدين بتفقع بتروح عندي اللي هو إكراستد بعدين شو بصير إسكيلي وبعدين إيش بصير في عندي اللي هو وهي بالضبط لش سميتها لفة إم العروس لما إست تتزوج حماتها بالبداية بتبلش شوي شوي تجمع الجميع لها بتصير عندها إيش بفيزيكولر تمام أشي بتجمع لها حمضيات وبتجمع اللي بدهيات نفسها بعدين بتفقع الحمات بتطلع كل الكرسة اللي حواليها تمام بعدين بتتحول لحيي سكيلي ريزد اللي هو إيش إبليك طيب بعد ما شفنا هاي اللي هي الآلية بدياكوا تعرفوا إنه الإكزيمة من أهم مواصفاتها زيها زي الأرتكارية إيش بتعمليه دكتور بتعملي برو رايتس يعني بتعملي حكي إتشي طيب ممتاز إيش أنواع الإكزيمة إما أليرجي كونتاك ديرماتايتس شو معنى أليرجي كونتاك يعني إنت لامست إشي إلبست إشي إجا إشي إنت على جلدك لما يلامس جلدك بسبب الكنتاكت عمل عنده ديرماتايتس وعمل عنده إكزيمة وبالتالي في عندي توبيكال إكسبوجر وهاي غالبا بتصير بسبب الديليد هايبر سنستيف ترياكشن زي اللي شرحنا لكم إياه أيام التي اللي هو طايب فور هايبر سنستيف ترياكشن وحنشوفه كمان شوي ممكن يكون سببها أتوبيك ديرماتايتس هون شو السبب الجيناتيك شوف كيف الاتيولوجي بناتهم بختلف الأولى بسبب أنه توبيكال إكسبوجر الثانية جيناتيك وهذول الناس اللي عندهم أتوبيك ديرماتايتس بيجيني في الأتوبي ترياد هذا حفظ زي اسمك لازم تعرفه واحد أزمة إكزيمة تمام وعندي اللي هو مين أزمة إكزيمة وأليرجي كراينايتس هذول الثلاث مع بعضهم منسميهم الأتوبي أو الأتو وأراد أتو بيجي بسبب التعرض لماده إذا وقفنا هو هذا الإيجنت تتحسن عندي الأعراض طيب ممكن воين tidak إقزيمة أو إيو بسبب دري النوات بسبب تعرضهم لالشمس ممكن اللي هو identifyamiento الحق With Ig căلور عزمة م أم بالتو ه хочешь مع بعضهم إخضروب تمام. هاي بتعتمد على كيف الجسم بده يتفاعل مع هذول اللي هم الماتيريالز نيجي نفهم الفكرة تبعتها ومجرد ما فهمناها لحاله كل الأمور اللي بعدها بتصير سهلة أنا بالبداية بيجي عندي اللي هم هذا اللي موجود هون باللون الأسود اللي هم أليرجين أو ضو أو كيميكالز أو إيش ما بدك من اللي هم الديفرانت تايبز اللي انت بتتعرض لها بتصيرها إكسبوجر وبصير عندها اللي هو ديرماطايتس والتهاب بالجلد لما تيجي هدول بنزلوا تقريبا على الليفل تبعا مين الستراتم بيزالي حوالين البلد فيزلي اللي موجود حوالين الستراتم بيزالي يعني هذول البلد فيزلي اللي بيغدوا مين اللي هو طبقات الموجودة بالديرمس يعني أقرب بلد فيزل للإبيديرمس لما تيجي تتعرض لهاي الماتيريال مين أول خليه بتشوفهم هذول المواد كانهم فورين اللي هو باديز أول خليه بتشوفهم تيهل برتوسيل هاي لأنها تايب فور غالبا هاي برسنستيف ترياكشن هاي لأنها أشهر نوعه من أشهر أنواع وهي الاليرجيك كونتاك ديرماتيتس التيهل برتوسيل بتيجي بتشوفهم أو الو بي سيل في بقية الأنواع لما تشوفهم تيهل برتوسيل بتعملهم انغلفين بتجهز لهم انتيبادي بتطلع الانتيبادي وبتروح بتحفز الليمفوسايت الماكروفيج والسايتوتوكسكتي سيل وحتى كمان بتحفز الماست سيل طيب حفزت هذول السل المرة الثانية لما أنت تتعرض عشان هيكسم منها ديليد هاي برسنستيف تي لأنه متر تطلع الأعراض على المرة اللي بعديها لما تتعرض كمان مرة للانتيجين أو كنتينيوس اكسبوجر للانتيجين بتروح هذول السلزة التيمفوسايت والماست سيل وعندي اللي هو الماكروفيجز والسايتوتوكسكتي سيل كلياتهم بروحوا بيعملوا لي انفلميشن ووين هذا الانفلميشن بصير انفلماتوري ليجنز بتصير في داخل الإبيديرمل طيب لما تصير هذا الانفلميشن شو راح يصير راح يزيد تدفق الدم اوكي حمار راح يزيد عندي وجود السوائل اللي موجودة في داخل الإبيديرمس السائل اللي بالإبيديرمس شو سميناها؟ السوائل لما شفناها في الديرمس شو سميناها؟ و بالتالي راح تعمل لي سبونجيوسز في داخل اللي هو ايش الإبيديرمل لير طيب دكتور انت كتب لي هون أيسنوفيل وما جبت اللي يسيرتها انت كتبها غلطان باقول لك لا الإيوثنوفيل هاي غالبا إذا السبب الدراج إذا السبب الدراج بيكون مين أكثر سيلز موجودة الإيوثنوفيل وبالتالي بس هي اختلاف بناء على اللي هو إيش الإكسبوجر بتقول لي دكتور ما شاء الله هيك كل الأمور تمام خلص كل ياته تقريبا شبه توضح وهذا كل التشينجز قاعد بتحكيينها بتصير على مستوى الإيبي ديرميس بحكي لي هون الأتوبيك ديرمتايتس كان بيرزيست لير أنديكيد وبعدين بتروح إذا شلت الوفيندين إيجنت وقلنا الأتوبيك هالي بتيجي بالأتوبيت رياد وغالبا بسيه كبير الشخص بروح من عنده الأزمة والأليرجيك رانيتس وبرح من عنده الإكزيمة طبعا هون بحكي لي المورفولوجي انت شو شايف بالصورة هاي غالبا ست كانت تلبس عقد طلع كيف اللي هو اللي يرصى فيها إيريديما تمام كلياتها حمار بسبب انها كانت تلبس النكل والنكل طبعا عند هذول الأشخاص بنحكي لها ما تلبس النكل وبتتحسن أمورها وممكن نستخدم لها سرتن إميون سابريسان زي التوبكال كورستيرويتس وبتخفف لي الأعراض اللي موجودة طبعا لو إجيت سؤلت أو إجتني في الكيس كيس وحكالي انه فيها سبونجيوسيز يعني إيبي ديرمال إيديما سبونجيوسيز يعني إيبي ديرمال إيديما تطلعوا هون الإيبي ديرميس كلياتها مع بي مي وممكن هاي المي تتجمع مع بعض وتعطيك اشي كتير كبير زي اللي بليستر تمام هاي الإيديما اللي موجودة في الإيبي ديرمال شو منسميها سبونجيوسيز هاي وين منشوفها؟ منشوفها مع كل أنواع الديرمال إيديما في كل أنواع اللي هو إيش الديرماتيتس طب لو جينا حولين الفيزل شو راح نلاقي من أنواع السلس والله راح تلاقي يا دكتور مستل حتلاقي لمفوسيك حتلاقي يا دكتور ديرمال إيديما يعني بتلاقي كل الأنواع وإذا لقيت إيسنوفيل هاي غالبا بتكون في حالات للدراج إيش اللي هو إكزيمتس تمام ديرماتيتس وبالتالي لـ Drug Induced Dermatitis هذه بيكون فيها أكثر إيش نيجي إلى الأكيوت اللي وراها وهي الإيريديما مالتيفورمي إيريديما مالتيفورمي ليس سموها إيريديما لأنه فيها حمار مالتيفورمي لأنها أشكالها متعددة وبالتالي من الإسم بعرف عنها إيريديما مالتيفورمي طبعا قد تحدث في الميوكوزة وقد تحدث بالسكن هنحكي certain diseases مش بس بتأثر على الاسكن وبتأثر على الليرز الموجودة بالميوكوزة زي الموجودة بالثوم مثلا زي الموجودة في داخل الجينيتيليا وبالتالي بدأ أكون أنا عارف أنها بتصير في الثينتيف شو الفكرة تبعتها هاي الإيريديما مالتيفورمي إما إيريديما مالتيفورمي وهي بتكون للسبير than الإيريديما مالتيفورمي إذا يا إما بتيجي من أدوية أو بتيجي من اللي هو إنفكشن ومن أشهر الإنفكشن الهيربس سيمبليكس واللي هو بصم فنقاي طبعا بحكيلي اللي بتيجي من الدراج عشان هيك بصمتلك اللي دراج ثلاث حبات الإنفكشن حبة هي أشد من اللي بتيجي بالإنفكشن طب شو اللي بصير اللي بصير إنه الشخص بكون مواخد دواء أو مواخد إنفكشن هذا الدواء بدل ما يروح يحفز الأشياء اللي حكينا عنها قبل شوي مثلا بالدواء تبعت اللي هو الأتوبك درماتيتس لا رح حفز بمباشرة اللي هو السايتو توكسيك اللي هو إيش تي سل اللي همه السي دي ايت سل هاي السي دي ايت سل شو بتعمل السي دي ايت سل تمام اللي تحفزت يعني تحفزت في منطقة شو اللي هو منطقة الديرمس طيب شو بتعمل بتبلش تفرز سايتوكينز وبتبلش تفرز هاي اللي هو إيش إنفلماتوري ماركرز وتوكسيك ماركرز هذول التوكسيك شو بيعملوا التوكسيك سايتوكينز بتروح على طبقة البيزمنت ميمبرين بتخربها وبتخرب البيزل سل وبتخرب كمان اللي هو مين الكيراتينوصايتو بتعمل فيهم أببتوسس وبتعمل فيهم نيكروسس شو اللي رح يصير اللي رح يصير انه المنطقة من هون زاد فيها تدفق الدم بسبب الانفلميشن وبالنص قاعد انت بتكتل السلة اللي اصلا بتعطي لسكل اللون فرح يطلع عندي اشي اسمه تارجيتويد أبيرانس أو تارجيت أبيرانس اللي هو اللعبة هاي اللي منستخدمها تبعة السهام والقوس كيف بتكون مخططة هون بكون حواليها احمر وبالنص سنترال إزي كلير أو بيلر ليه لانه انا خسرت البيز مانتو المبرين وخسرت البيز السلس وخسرت محل كيراتينوصايت بسبب تحفيز السي دي ايتو عشان ما تنسوها رسمتلكو عندها رقم ثمانية طبعا وبصير عندي شوية ديرمال إديمة لانه هاي البلد فيزل موجودة بالديرمس بصير عندي شوية ديرمال إديمة مش مهم المهم من الاشياء اللي احنا حكيناها وبالتالي حيصير عندي ديفرنت فورب أوفليجن عشان هيك سمينها مالتي فورمي مالتي فورمي وبتكون بالنص فيها سنترالي بيلر وحواليها ماكيولر إريديمة يعني بتكون ماكيول لطخا حواليها حمار وبالنص بتكون اللي هو فاضي وهان نسميها التارجيتويد طبعا بحكيلي لو زادت الأمور يعني خاصة في اللي دراجز اللي دراجز بحفز حكينا اكستنسف لسي دي ايت سمز بروح مش بس بخرب هدول السلس لأ وبيخرب حتى كمان قلتلكو مع البيز مانت ميبرين طبعا اذا خسرت البيز مانت ميبرين خسرت حلقة الوصل ما بين الإبي ديرمس والديرمس فكل الإبي ديرمس بتروح طب اذا راحة شو بصير بصير عندي تقشير بصير عندي إكسفولييشن إكسفولييتيف ليجن تقشر بالجلد الجلد هدو كلياته بقشر بتبين الديرمس بتبين عندي اللي هو طبقة الديرمس بتصير معرضة للإنفكشن اكثر بصير في عندي فلويدلوس اكثر وبالتالي هاي الرياكشن خطيرة جدا هذول الرياكشن اللي بكونوا غالبا بسبب دراجزة الكربامازيبين وغيرها من الدراجزة اللي موجودة اللوبيورينول تبع القاوت كل ياتها ممكن تعمللي اللي هي اشي بنسميها ستيفن جونسون سندروم أو التن اللي هو تيومر إبيديرمن نيكرولايسز وهذه المهمات للناس اللي بتحضر للإستبات حتلاقوهم موجودين كثير ستيفن جونسون إذا كان تأثير الجسم أقل من 30% والتن إذا كان تأثير الجسم أكثر من 30% والسبب غالبا دراج انديوست أنا مش بس خربت هذول السيلز لأ وصحبت معهم كمان حتى البيزمنت ميمبريين وكشفت عندي طبقة الديرمس اللي صارت معرضة للإنفكشن وخسرت كميات كبيرة من الفلويد وبالتالي صار فيها فلويد لوس بحكيلي المورفولوجي اللي انت شايفت طلع كيف أشكال متعددة إشي هيك زي العقرب إشي دائرة إشي هيك تمام وكلياتهم بالنص كلير كل ياتهم اللون بالنص فيهم فاضي وبالتالي هاي تاركيتويد ليجن اللي منشوفها وين يا دكاترا في الإريديما مالتيفورمي كيف بتكون ممكن تكون مكيول بابابيول فيزيكيل بولي عشان هيكسموهم مالتيفورمي كل الأشكال بتكون موجودة فيها بس بتكون أهم شي لها تاركيتويد أبيرانس ليش لأنه عندي إبيديرمال نكروسيس سروندن بايماكيولار إريديما وكلها فهمناها وكمان حكينا ممكن ألاقي لي شوي الديرمال إديما وألاقي لمفوسايت لاني قلت لك كل الأكيوت بكون فيهم لمفوسايت وهذا الليمفوسايت بكون على الديرمو إبيديرمال جنكشن طلعوا كيف هذول الليمفوسايت متوازعين على الديرمو إبيديرمال جنكشن هاي الليمفوسايت ليش لأنها صارت بالبلدفزل القريبة من اللي هو من الإبيديرمس بتتجمع حوليها اللي هو الليمفوسايت وبالتالي بنسميها ديرمو إبيديرمال جنكشن مع أبوبتوتيك كيراتينوسايت وبالتالي هاي بنسميها انترفيس ديرماتايتس يعني زي ديرماتايتس صارت في النقل ما بين الإبيديرمس والديرمس وهي برضو كمان صورة التاركيتويد ليجن اللي احنا شايفينها وبالتالي هيك منكون احنا خلصنا الأكيوت تمام خلينا نشوف هسا اللي هم أقسام الكرونيك ومعلومات الأكيوت كاتبلكوا ياهم هون هاي المعلومات المهمة كلها تلاقوها هون يعني هون مسل دي جرانيوليشن ويلز هون الأنواع هون مين ايش بتصير الآن نحكي عن الكرونيك انفلاماتوري ليجن الكرونيك انفلاماتوري يا دكات رح اركز على السورايسز اللي هي الصدفية ورح اركز على اللايكن ايش ابلانس رح اركز على السورايسز واللايكن ابلانس خلينا نبلش في السورايسز الكرونيك انفلاماتوري ديرماتوسز اول واحد فيهم السورايسز او الصدفية وهذا مرض كثير منتشر طبعا هاي الصدفية بنسميها من السكيلي ديرماتوسز شو معنى سكيلي يعني لها قشور هي والفونجل انفكشن وكثير ديزيزز هتلاقوا بنحكي عنها سكيلي ديرماتوسز وبالتالي ما يميزها إنه إلها قشور حنشوف هاي القشور كمان شوي من وين إجت كمان هذا المرض تاع السوريسيس بديك تتذكر إنه هو غالبا ناتج عن إميونولوجيكال ديزيز وبالتالي هو مرض مناعب يأثر على كل الجسم مش بس على الجلد وبالتالي هتلقي إلو منفستيشن أز أرثرايتس وجع بالظاهر وجع بالحوض وجع بالمفاصل كمان هتلقي مأثر على الأظافر هنفرجيك شوي تغيرات على الأظافر بصير بيتنك إن الأظافر هاي بتتنقر بصير فيها أونيكولايسيس بصير فيها تحلل وتكسر بالأظافر وبالتالي لون أصفر وبالتالي هاي كلهاتها تغيرات على الأظافر كمان بتأثر في العضلات بصيروا يشتكوا من مصلي ويستنج وميوباثي اعتلالات ومشاكل بالعضلات كمان تتأثر في انتستن وبالتالي بعملي انتيروباثي هاي كلهاتها من الكمليكيشن تبعة الاميونولوجيكال ديزوردر اللي اسمه سورايسيس اللي منعتبره نوع من أنواع السكيلي ديرماتوسيس طبعا هذا السورايسيس كيف بصير؟ السورايسيس اللي بصير فيه كالتالي هو مرض مناعة ذاتية ما فيه إلها أي مسبب في ناس تحكي جينتك ناس بتحكي انفيرومنتال ولكن ان جنرال هو اميونولوجيكال ديزوردر بتيجي هالي بلود فيزل الموجودة قريبة من الإبيديرمس بتطلع اللي هو السي دي ايت والسي دي فور وبتنيمهم جوا طبقة الابيديرمس بناموا طبع لما يناموا جوا طبقة الابيديرمس مع الوقت شو رح يصير فيهم رح يصير لهم إفراز للسايتوكاينز والجروث فاكتور طبعا أنا تخيل بعض الابيديرمس طاقة ووقود وسايتوكاينز ويقول لها يلا اشتغلي شو رح تعمل الابيديرمس رح تبلش تتكاثر خاصة ميني الكيراتينوسايت رح تبلش فيها تتكاثر وتعمل ي هاي بار كيراتوسيس تمام وأشوف بارا كيراتوسيس وأشوف أشياء مختلفة جدا أكنثوسيس إذن قاعدة بتتكاثر هاي السل وقاعدة بتتكاثر الكيراتينوسايت بسبب السايتوكاينز والجروث فاكتور الموجودة فيها طب لما قاعدة بتتكاثر معناته قاعدة بتطلع اللي هو إيش قاعدة بتطلع الكيراتين بكميات كبيرة طب الكيراتين بطلع فوقه بموت وبنشف وبقشر فعشان هيك بطلع فوقيها لير من السكيلي وبالتالي هاي السكيلي ديرماتوسيس كمان إنت حكيت لي إنه هاي جاي من البلد فيزل اللي تحت وبرضو هاي البلد فيزل بالسايتوكاينز بتتوسع لها شوي وبالتالي بيصير فيه تحتيها اللي هو السلمون اللي هو كالرد باتش وبالتالي بيكون تحتيها لونه أحمر وفوقيها كراس لونها أبيض سيلبر هاي مميزة لمن؟ مميزة للسوريسيس طيب هاي الحكي اللي قاعد بصير عندي هذا كل ياته شو سببه حكينا إميونولوجيكال ري اكشن إذن عرفنا كل إشي بصير عندي فيه اللي هو إيش السوريسي بحكي لي هو عبارة عن سينسيتيز بابيول والتيسل الـ Cd4 وال8 بتروح تمام؟ وين بتروح المكان تبحها بالديرم็س؟ وبتترك المكان تباحها بالديرميس؟ وبتنطل صل على الإبيديرمους وبتنام هناك بتصير تفري السايتوكاينز وغروث فاكتر بتعمل тест commencer تمام؟ وهاي تعملي هايبر كيراتوسيز و بتعملي زي ما أنت شايفها وتعمل في الإبيديرمل وتعملomen الإبيديرمل أيبر بر politicians وهذا سؤال استيب كثير بيجي هذا السؤال شو هي وميكانيزم تبعت السوريسي يبي ديرمل هايبر بر لفريشن أو كيراتين وصاي تنتم فيه الإبي طبعا هاي الديزيز مما يميزه في اشي اسمه كوبنار فينومنان شو معنى كوبنار فينومنان هذا شخص لقى عند الناس اللي عندهم صدفية كل ما تخدشه او تجرحه او تحكه بطلع الصدفية تحتها بتقول لي ليش بقولك باختصار انا لما احك الجلد تروح شوي طبقات من الابديرمس تتجرح لها شوي راح احفز مين اللي تحتيها البلد فيزل شو حتعمل البلد فيزل حتطلع اكثر سي دي فور و سي دي ايت وين حتترسب جوه الابديرمس شو حتعمل حتعمل بروليفريشن وتزيد الكيراتين والجروث فاكتور والسايتوكاين اذا النتيجة كوبنار فينومنان بوزيتيف راح لقيها موجودة في السوريس وكيف ممكن توصف لي بالكيس حكنا او جرحنا طلع بدالها اللي هو هاي اللي جن طلعت ليجن جديد في نفس المنطقة اللي صار فيها حكة او خدش او اترومة طبعا بحكي لي الاماكن اللي بحب يجي فيها بيجي بالقلبو بالنيز بالسكالب تمام باللمبوساكرا الاريا بالقلانس في الفلفا يعني غالبا في المناطق المتدلي وفي الم المناطق اللي بتكون فيها اللي هو ايش انثناءات كثير تمام وبالتالي هاي الاماكن اللي بحب يجي فيها طبعا بعمل لي نيل تشينجز وهي مهم جدا النيل تشينجز حتى بنسميها باثوغنومونيك يعني اذا شفت النيل تشينجز هاي خلص بعرف ان الشخص هذا عنده سورايس بلاقي عنده يلو لبراون ديسكالريشن بلاقي عنده بيتنج وبلاقي عنده بيتنج وبلاقي عنده بيتنج يعني تكسر وبتحلل بالاضافر شو معنى بيتنج يعني بكون الاضفر زي هيك وبكون منقر تمام شو هي المورفورجي سهلي يلا منتحت شو بكون بينك سالمون وبتكون ويلدي ماركيتد وبتكون بليك لان هفلات زي مجموعة البابيول مع بعضهم البعض وبفوقيها سيلفر وايت سكيلي تمام في الاسكن طبعا بتحكي لي دكتور مش هي قاعد بتتكاثر اللي بديرمس طب شو بصير في الديرمس بقولك بتصير اللي بديرمس من كثر ثقلها وكمية الكيراتين اللي فيها والكيراتين وصايكل فيها تهبط وتعمل انثناءات في داخل الديرمس هاي هي الانثناءات بتشبه التي تيوب تشبه التي تيوب اللي هو اشكال مختلفة اللي هي شون مثلا اكثر هون اقل هون اكثر واكثر اللي هو الكيراتين وصايت زيادة وبالتالي بتعمل فيها بتشبه حرف التي او التي تيوب هاي شو منسميها هاي البروسوس تاعت الاكنثوسس تمام تاعت الاكنثوسس شو منسميها تيستيوب انراك تيستيوب انراك يعني تشبه التيستيوب اللي موجود في الراك اللي بيكون موجود في داخل اللي هم المختبرات يعني بتصير تدخل زي ما مندخل التيستيوب في الراك طمام بتحكي لي طيب دكتور فهمناها أكنثوسيز موجودة فيها طب لو جيت قلت لي يا دكتور شو صار في الجرانيولوزم والله طلع مكانها فاضي دكتور في الشي لوس اوف الجرانيولوزم إذن في عندي لوس اوف الجرانيولوزم كمان شو رأيك في النيوتروفيل والله النيوتروفيل موجودة أصلا انت قلت لي انه الكرونيك بكون معبا نيوتروفيل عكس الاكيوت لكله مونو نيوكليار أكثر وبالتالي عندي هن يوتروفيل وهاي بتعملي مايكرو ابسسسس وعندي آخر شي ثلننج في الإيبيديرمس شو معنا ثلنج في الإيبيديرمس شو معنا الصف تظهر هنا الإيبيديرمس اللي موجودة فوق الليرز هاي اللي عامله اماجينيشن تلاقيها ويaaa يتحرك يَن ما éll lap long child whitening very thin Wolves تتحرك هاي الكريespace الابيديرمس الموجودة تمام فوق تائب تبع годه اللي هوlingt ديرمان بابيلي وفي عندي اخر شي بكون دايليتد بلود فيزل تحتيها زي ما حكينا وهاي مهمة جدا تعرفوها اسمها ازوبتس ساين تمام ايش هاي الازوبتس ساين هي عبارة عن لو انت اجيت قشرت الاسكيل بتتقشر بتطلع الاشي الاحمر مجرد ما خدشتها خدش بسيطة بتنزف كثير لانه في تحتيها كميات كبيرة من البلود فيزل سهل انهايش وهي مضغوط عليها مجرد ما لمستها بتعمل عندك بليدن بسبب دايليتد تورشوس بلود فيزل هاي هي الازوبتس وبالتالي هاي هي الساين اللي بشوفها انا ما عندي الناس اللي عندهم صورايسز ثاني ديز عندي من الكرونيك اش هو اللايكن بلانوس لايكن بلانوس هاي غالباً ون بشوفها برضو بشوفها بالسكن وشوفها في الميوكوزا يعني ممكن تأثر على الأورال يعني ممكن تعمل additional في داخله البرينيوم وبالتالي المناطق اللي فيها ميوكوزا طبعاً ما يميزها انه وصفها توصف بالسكس بايز اللي بلانوس ست بيات بتوصف الليجن تبعتها بتكون برورتك بتحق بيربل، بوليجونال، أشكال متعددة بلانر بابيولز بتكون فيها بابيول وعمليش مسطح البابيول تبعتها وبكون فيها بليكس لما تتجمع هذه البابيول مع بعضها وبالتالي سيكس بيز هدول مميزات لمين لللايكان بلانز طبعا هاي لايكان بلانز كميكانزم بتيشبه الميكانزم تبعت السوريسز بتقول لي شو الفرق بقول لك هون لسه فيها التكاثر في اللي هو السيلز أكثر وبتأثر عن الميوكوزا وبالتالي هدول هم الفرقات اللي موجودة فيها سيميلر للسوريسز ولكن everything is proliferative زي ما راح نشوف كمان شوي كل ياته بتكاثر كل طبقات اللي هو الإبيديرمس يوجو اللي بتكون هاي الليجين تبعتها symmetrical في middle aged adults وبتكون غالبا حوالين الرست والإلبو هناك كنا نحكي وين extensor surfaces, skull, perineum كل هاي المناطق اللي بتتأثر فيها كمان بحكي لي هاي cutaneous ليجين غالبا self أو spontaneously resolved بعد سنة لسنتين والأورال الليجين ممكن تبعد سنوات وبتسحب حالة وبتروح بينما السوريسز على chronic run ببضلها موجودة وما منتخلص منها طلعوا هاي أكثر صورة راح تشوفوها تمام فيها proliferation, طلعوا كيف كمية الموجودة والinfiltration heavy infiltration وبالتالي قد ما في proliferation صار منظرها زي التوث تبعون الشارك تمام فعن بنسميها saw tooth appearance في arity ridges تمام هون عندي اللي هو heavy lymphocytic infiltration زي ما احنا شايفين تمام وهي اللي هو السيلز بتصير تطلع هاي الكيراتينوسايت يصير فيها apoptosis وتطلع منها النيوكلياي وهي منسميها كيفيت بادي كيفيت باديز يعني اشي هي كيراتينوسايت طالع منها النيوكلياي هذول كلياتهم بشوفهم هاي الزحمة الجلدية سميتها زحمة جلدية ما راح نشوفها إلا مع اللايكن ابلانس لايكن ابلانس اكنثوساس هايبر كيراتوساس هايبر جرانيولوز انترفييز ديرماتايتس اللي هاي شوفناه هاين الانترفييز ديرماتايتس لحالكو لازم تذكروا شوفنا هاي الانترفييز ديرماتايتس في التاركيتويد ليجن طيب بعدين سو تو ثنك في الابيرانس وكيفيت باديز هذول كلياتهم بشوفهم في داخل اللايكن بلانس طبعا كيف بتبين هاي اللايكن بلانس لو جربتوا تشوفوا صورة عليها بكون فيها ليجن لونها أحمر وحولها شوية هيك بياض ومنسميها احنا زي اللي اشي بنسميها الويك هام استريا يعني بتكون هيك فيها استرييتد ليجن شوفوا صورة عليها مش غلط بتفيكوا في حياتكم لقدام الآن نحكي عن الانفيكشواس ديرماتوساس الانفيكشواس ديرماتوساس ايضا بكتيريال او فيرال او فانقل من اللي بهمني الفيرل ما بهمنيش أكثر البكتيريال والفانقل ما بهموني الفيرل بهمني أكثر للامتحان طيب البكتيريال باختصار قد يكون بكتيريال عدوى صارت بالسوبرفيشيال وبتاهب نسميها سوبرفيشيال انفيكشن أو الامتايقو وهذا بنشوف الامتايقو عند الولاد الصغار خاصة بتكون الليجين موجودة على الوجه وإلها كراستي بتكون هوني كراستيد يعني بتطلع كراست أو قشور لونهم اللي هو أصفر وبنعطل هذا البيشنت أنتبيوتك يجول الكوه استباحة ستاف أكثر من ستريب اثنين بعملوها ولكن هي ستاف أكثر من الستريب وأكيد العلاج استباحة راح يكون اللي هو أنتبيوتك بتكون على شكل مكيول أو هاني كالرد اللي هو إيش إكراست من الدرايد سيروم طبعا ممكن يكون الالتهاب موجود في الطبقات الداخلية ويعمل لك أبسيسز وبالتالي هاي الأبسيسز بدهدرينج وبدها كمان أنتبيوتك وهاي البكتيريا لو رحنا وديناها على الجرام استين شو راح نلقيها أو كالتشر راح نلقيها اللي هو إيش بكتيريا الكوكساي في الجرام استين وهذا الشكل تبعها تمام بين كثر الحكة تمام وشوية نيكروسيز موجود فيها وبالتالي هاي هي البكتيريا الإنفكشن طب الفنجل الإنفكشن معين هم مهمات الفنجل الإنفكشن ولكن يوجولي كوز باي كانديدا وهذا لسه إنفيسف ذان أسبرجلس اللي ممكن يروح للدم ويعمل لك إنفيسف فنجل إنفكشن تمام بحكي لي عند هذا البيشن ممكن يكون سوبرفيشيال ممكن يكون ديب وممكن يكون سيستيماتيك خاصة إذا انتقل لها البلد سيركليشن السوبرفيشيال بس بيطلع لك ماكيول واسمع لي الوصف تبعها بفيدك في حياتك العملية بتكون هاي المكيول سكيل فيها اللي هو إيش قشرة وبكون ديبر إنفكشن مع ديبر إنفكشن بتصير إيريداميتاس وبتصير نوديول إذا إذا كانت غالبا إنفكشن خارجي على السطح بتكون مكيول وفيها سكيل وبالتالي هاي من السكيلي ليجين أو سكيلي درماتوسيس أما إذا صار اللي هو الإنفكشن في الديب لير بتحول على شكل نوديول لأنه احنا قولنا النوديول بكون إنسايد ذا اللي هو إيش اللير السبعة لسكن طبعا بحكيني هاي اللي هو الهيستولوجيكال بتم تبعها ثلاث أنواع أول شيء سوبرفيشيال إنفكشن وهي بتكون أكثره نيوتروفل أو ديب فنجل إنفكشن وهي بتكون عامل جرانيولومة من اللي هو التيسل ولو حطناهم على الباس أو الجيم أسستين بتعمل أدينتفاينج للأورغانيزم تبعت الفنجاي كلها معلومات قراءة للأمانة ما في إشي منها كثير مهم نيجي للإشي الأهم للإمتحان اللي هي الفرروكي أو الورتس الفرروكي لأنه شكلها بشبه اللي هو الشكل الوردة تمام يعني الشكل هيك مختلف بشبه شكل الوردة هاي غالبا بتأثر على السكويمس إبيثيليم يعني ممكن تأثر على الجلد تمام هاي اللي هي الثوالين وغالبا تلقاه في مناطق الإيدين والقدم وممكن تلقاه في مناطق الجينيتيليا مين أشهر فيروس بيعملها حفظ ومهم زي اسمك هيومان بابيلوما فيروس بحكيلي هذا غالبا بيصيب مين بيصيب تشيلدرين والأدلسونت وبينتقل بالكنتاكت عشان هيك الناس اللي عندهم بثوليل ما لازم نستخدم نفس المواد اللي هم بيستخدموها ولازم إذا تعاملنا معهم أو سلمنا عليهم نغسل إيدينا كويس طبعا هي سينف ليمتد ديزيز يعني بروح لحاله غالبا مقعد ست شهور لمدة سنتين طبعا هاي اللي قروث تبع الورتس مين اللي بيمنعه يعني ليش هو طلع له وانا ما طلع لي لأنه انت اميون المناعة تبعتك ممتازة هو مثلا عنده ضعف بالمناعة أو صار في عنده مشكلة بالمناعة بتبلش تطلع عنده الورتس ومش بس بتطلع تطلع بكميات كثير كبيرة يعني إذا انت شفت عند شخص extensive words large words شك إنه هذا الشخص ممكن عنده HIV أو immune compromised وهذا بتفيدك في حياتك العملية أنك تعمله سكرين طبعا هاي أنواحها بناء على المكان اللي يمأثر عليه أشهر مثال عليها البروكا فيلقارس وحنوخذ عليها صورة اللي هو البروكا فيلقارس ونشوف المورفولوجي تبعتها والمايكروسكوب هي المستكمن طايف غالبا بتيجع مناطق الهاند أو البروكا فيلقارس ووتكون لونها gr-white-popula طيب البروكي بلانه هي بتيجي في Jessica' الفيس وفي الدورزل سيرفيس من الهاند طيب البروكي بلانتاريس هي بتيجي في السعود وفي البانت except the run him and the cumen هاي حلوة حتشوفوها كثرة فى النسائية بكرى مستقبلاً هاي من لقيها فى المناطق الـ genitalia هاي الورتس اللي بتصيب الـ genitalia والـ yorethra والبرية عانية و الارية والـ penises طبعا بحكيلي هون هاي هي الصورة تبعتها طلعوا كيف finger-like projection اللي حكينا عنها قبل شوي هاي اللي هي مين البابيلوماتوسيس تمام تكون طلعوا كيف فيها finger-like projection زي ما احنا شايفين هاي اللي هي عبارة عن papillary epidermal عاملة زي crown عاملة proliferation وعاملة crown تمام اطلعوا على السلزة اللي موجودة فيها هاي ما يميز السل انها بتكون pilar وفيها hello around nuclei هاي منسميها kylocytosis إذن الكايلو سايكتوسيس وال papillary epidermal proliferation pppb منشوفها في الهيومن papilloma virus في اللي هو ايش الفيروكي بالقارس تمام في الورتس ومنشوف كمان الكايلو سايتس في هاي الورتس ومنشوف كمان اللي هو ايش keratohyaline granules هذول الموجودين باللون اللي خلينا نحكي البنفسجي الغانق تمام او اللون الميلي لو طلعنا على الايد لان احنا حكينا هي بتيجي كثير بتشبه الوردة عشان يكن نسميها virroki valgaris نيجي الآن نحكي عن البلسترينج او البولس disorder كل ياتهم فيهم كلمة بولس وكل ياتهم اوتو اميون وكل ياتهم بتحسنوا في الاميون suppression وكل ياتهم فيهم انتيبادي اجينست بروتين موجود بالجلد ايضا ديزموزون او هيمي ديزموزون تمام او مادة تفرز من داخل الابديرمس هنحكي عنها كمان شوي اذا كل ياتهم فيهم انتيبادي كل ياتهم اميون كل ياتهم يعني كل ياتهم اوتو اميون كل ياتهم بيستجيبوا الاميون suppression نبنش في اول واحد فيهم البيمفيقاس وهاي في مين هنوعين valgaris وفليشيس تمام فليشيس او valgaris هاي البيمفيقاس طبعا احنا منميزهم بناء على الوكيشن وحنحكي كمان شوي هذا الاشي ما تخافوا هذا مهم بحكي لي هو عبارة عن اوتو اميون ديزيز شوفي والله فيه igg autoantibody هاي igg autoantibody اللي بتطلع من الهيوميراسل من البيسل مين بتهاجم مين بتهاجم بيقول لي بتهاجم الانترسيليولر ديزموزومة البروتين اللي هو ديزموجلين اللي هو طايب 1 and 3 بتعمل فيهم destruction وبتعمل فيهم loosening دكتور فهمني انت متعودني افهم كل شي يلا مع بعض بيقول لي هون لو جيت اتطلعت انت فعليا عن طبقة اللي بيديرمس بتلاقي اللي يرز تبعتهم بخاصة طبقة اللي هو الاسباينوزوم مشبوكين مع بعضهم البعض في اللي هو ديزموزومز هاي الديزموزومز اللي موجودة عاملة زي connection ما بين السلز لو انا خسرت الكون شو رح يصير شو قذف اللون الاسود بيجي الـ IgG بهاجم الديزموزوم اول ما يخرب الديزموزوم تتحرر السلز عن بعض البعض بتتفكك وبتجمع حواليها ماء بتجمع حواليها WBC بسبب هذا اللي هو الموجود والخلايا بتصير تتخذ اشكال عدة يعني هون رح يتكون بسبب تجمع الماء مايكرو وسبونجيوس ورح يصير في عندي كمان بالطبقات العلية يعني تحت الكورنيم يعني تحت اللي هو أول طبقة تحت الكورنيم سبكورنيل شو منسميها هاي آه والله هاي يا دكتور منسميها بيمفيقاس فوليشيوس فوليشيوس ليش؟ لأنها هجمنا الديزموزوم الموجود فوق بالأعلى فوق فوليشيوس طيب لو اجينا هجمنا الديزموزوم الموجودة تحت ما بين البيزل لاير والاستراتم سباينوزم هاي منسميها بيمفيقاس بيمفيقاس فالجاريس وهي الموست كامون إذن شو الفرق بين فالجاريس وفوليشيوس نفس الاشي ونفس الميكانيزم مواتوميون ولكن أنا هجمت الديزموزوم اللي فوق اللي تحت الكورنيا آه تحت الكورنيا فوليشيوس فوق اللي هو مين البيزالس فوق البيزالس ما بينها وما بين السباينوزم هاي شو منسميها بيمفيقاس فالجاريس لما تروح يتهاجم الهميديزموزوم الهميديزموزوم بين مين ومين و هدول بربط ي مبين البيز ما مدير بالمبين مع مين ormus مبين لي هو مينهم و Этот المtery rylic التعليموب الصفولació سوفوا كل هدول اللي הכناهما بلس كل ل Grantهم اي جي جي بس واحد 96 بسبب يهميديزموزوم ناضع واحد ديزميزوم فوق واحد ديزميزوم تحت عشان هيك شو حكالي هون حكالي اللوكيشن تبع الليفل في السكن مهم جدا للدياغنوزز ومهم جدا انك انت تعرف شو الديزيز او شو تايب اللي موجود عندك طبعا بحكي البنفيقاس فالقاريس هي الموست كمون البنفيقاس فوليشيس هي الليست كمون وفي عندي نوع ما حنحكي عنه اسمه بارانيوبلاستيك بارانيوبلاستيك يعني بأدي الى افرازات تمام وبتطلع منه هرمونات وعندي هاي من سميها بارانيوبلاستي طبعا التلوج في الفيميل؛ اكثر من الميل الغيزميز منفليقاس فالقاريس بتكون موجودة اكثر بالسكالب وفي الصوف وفي الاكسيلا وفي الغيوم يعني في الى المناطق المخبية المناطق اللي بها preachиره ممكن البنفيقاس فالقاريس تأثر على اللي هو هو اروفارنجياまぁ تكون بنفس الوقت اللي فيها الليين بتكون اللي تبعتها سوبرفائشيا obtentate. مؤلمة widely released because the brain process is murdered by binge to break it up. seals sam relat نشوف ولي تريتمنت تباح اميون سابريسف اطلعوا على الصورة الي هون هاي صورة البنفيقاس فالقارس وممكن جيب ليها بالكيس وعنده كمان ليجين في ثمه هاي شو صار المايكرو ابسيس اللي تكونت اتجمعت مع بعض البعض كبرت عملة بليستر فقع اول ما فقع طلعت هاي اللي هو المنظر الموجود تحتها تمام ايلي هي بسبب اللي هو تجمع الان اللي هو ايش اجروب اف انروفد بليسترس نيجي للمورفولوجي تبعتها لانه هاي السيلز راح تنفصل وتتحلل اذا راح يصير في عندي اكانثو لايسز لايسز وف انترسيليولار ايش ادهيجن حخصر اللي هو الكنيكشن الموجود فيها حتصير السيل الها راوندنج اب وتتخذ اشكال متعددة وينما كانها بالبنفيقاس فالقارس سوبرا بيزل بينما بالبنفيقاس فوليشيس سبكورنيل وهذا الاشي حكيناه واثنتين بيكونوا في داخل اللي هو ايش الابديرميس وهاي مهمة طبعا في عندي فاريابل سوبرا بيزل سوبرا فيشيال ديرمال انفلتريت في اليمفوسايت ماكروفيج وكل السلحة كنا هي في انفلتريت وفي عندي اميونو فلوريسنت لو روحت صبغط الانتيبادي حتلاقيها از انيت لايك ليش ضربت هون ديزموزوم هون ديزموزوم هون ديزموزوم هون ديزموزوم فرح تتوزع كأنها شبكة يعني بنفس توزع الديزموزوم وبالتالي حيكون في عندي انترسيليولار اي جي دي بوزيشن في الاميونو فلوريسنت راح اشوفها على شكل اللي هو ايش فيش نيت لاي طveer كبتين زي اللي هو الشبكة اللي منصيد فيها الفش طلعوا هون هون وين المنطقة اللي متأثرة عندي آه دكتور هي هون انا والله قعب ببع يح تحكيلي عن اللي هو ايش سوبرا بيزا هي سوبرا بيزا طيب هون دكتور تحت الكورنيينها هي صب كورنيل صب كورنيل صبربيزل مين السوبرا بيزل بنفسي قصف القايرس الاشهر مين السوب كورنيل اللي هي بنفسي قصف فوليوشيس وهذا الياشي الي انشان شايف Ecuador يوم في كناهما شو شايفين؟ في كناهما شايفين الفيشنت نت لايك أبيرانس فش نت لايك أبيرانس نيجي للبولس من فيجويد برضو هاي أوتوميون يلا صلنا عارفين عنها أوتوميون تتعالج بالأميون سابريشين يا دكتور وهاي بتكون اي جي جي اللي همين الهيميديزموزومس اللي موجودين في قاع البيزمنت ميمبرين بيربطوا البيزلسل مع البيزمنت ميمبرين طيب هذول كليات مهمات ومين اللي بي هاجمهم حكينا اي جي جي طب انا لما اهاجم بيزمنت ميمبرين كيف رح يكون الديبوزيشن تبعها لينير مش نت لايك شوفوا كيف كل هاتو بيجي بالفهم إذا فهمت اللي بحكي لك يا أول إشي والله المخاضرة بتصير سهلة عليك كثير كمان بحكي لك أوتوميون أوتو راكتب اي جي انت بادي بروح بهاجم الهيميديزموزوم لأنه ماشي مع البيزمنت ميمبرين بعطيني لينير ديبوزيشن في الاميون اللي هو إيش بحكي لي هاي الاشي اللي بصير بصير يتكون عندي سوائل طب وين رح تتكون السوائل؟ في آخر ليير من الإبيديرميس في بداية الديرميس وبالتالي رح تكون داخلي لجوه هل هاي إيزيلي رابتشر هل هاي إيزيلي يصير لها أوزنج لا من اللي كان إيزيلي أوزنج اللي قابليها أما هاي هاي بتكون يا دكتور تينس وصعب إنها تربتشر وبالتالي هاي بتعملي بولاي دون تربتشر ريدلي أو إيزيلي وحكينا هذا الحكي تمام طبعا هذا بصير عنده ريميتنج ريلابسنج بالكورس وأحسن نوعا ما المناطق السفلية فانا كيف عشان أخليك تحفظها هاي فيها كل إشي سفلي يعني بتضرب اللي هو أسفل الإبيديرميس وبرضو بتتكون اللي بليستر جوه في بالتالي نتريدلي إيزي وبرضو بتحب تصيب المناطق السفلية زي الغروين زي اللور أبدومين تمام هاي كليات المناطق السفلية الثايز بتحب تصير فيهم طبعا ممكن يصير فيها أورال انفولبمنت بتقريبا ثلاثين بالمئة تمام بينما حكينا البومفيقاس فالقارس احتمال برضو كبير يكون في عندي برضو أورال ليجين في نفس الوقت اللي بتصير فيها البومفيقاس فالقارس المورفولوجي تبعتها ساب إبيديرمال بولي والله مئة بالمئة أصلا فاهمينها يا دكتور عشان هيك هي مش إيزيلي يصير فيها شو اللي هو الوزنج طيب دكتور هل في الإبيديرميس أكان ثولايسيس لا من اللي كان الإبيديرميس فيها بتتحلل وتتجمع الماء فيها في الإبيديرميس ومايكروابسس وبخسر فيها ديزموزوم اللي عامل لينك للإبيديرميس آه والله هاي كانت الدكتور قبل شوي اللي حكناها بمفيقاس فالقارس وفليشيس وبالتالي هاي دكتور ما في فيها اللي هو إيش أكانثولايسيس وهاي مهمة للي الامتحان صب إبيديرمال بولي تمام وكمان ممكن أشوف فيها إيصنوفيل زمان راح نشوف فيها وكمان مهم جدا تعرف لي أنه الديبوزيشن تبعها بكون لينيار ديبوزيشن وكل هاي بتفيدك في الكيسات تجي كيس فيها مورفولوجي ويلا دبر حالك يا بطل هاي عندي اللي هو البولي ويتطلعوا أصلا بتحسها تنس بتحس الجلد فقيها وماسكها صعب إنها تعمل رابتشر أصلا ولا واحدة فيهم اللي هون مبينين هم رابتشر غير يمكن واحدة أو ثنتين تمام هاي هي البليستر اللي انتو شايفينها هاي السلزل اللي باللون الأحمر هي إيصنوفيل وبالتالي هاي فيها إيصنوفيل مترسب فيها هذا البيزمنت ميمبري لان نختم حديثنا عن اشي ما شرحت الدكتورة بس أنا بدأ شرحه لأنه تبك متواصل هو الديرماتايتس هيربيتي فورمز ديرماتايتس هيربيتي فورمز هو برضو أوتوميون نفس جماعة اللي هو البليسترينج أو البولاي إذا كلهاتهم أوتوميون برضو هذا بيكون معه اللي هو ميونوغلوبيين بس IGA هذا شو نوع اللي فيه الديرماتايتس هيربيتي فورمز النوع فيه إيه؟ IGA طب هذا خلصنا من ديزموزوم وهمي ديزموزوم وان دروح بقول لي الكراتينوسايت بتطلع مادة هاي المادة اسمها تمام إبيديرمالترانسجلوتامينيز إبيديرمالترانسجلوتامينيز هذا اللي بكسل لترانسجلوتين آه طيب دكتور هاي الإبيديرمالترانسجلوتامينيز اللي طالع من الكراتينوسايت إذا جبت إيجي أنت بدي وضربتها هون أنا بدخل في الديرماتايتس هيربيتي فورمز مهمين؟ مين المرض اللي حتيتعلموه بالGI إن شاء الله حدرسكم إياه بالسيستم الجاي وهنحكي عنه عن علاجه وإلى آخره هذا مرض السيلياك سبرول وهو حاساسية القمح الناس اللي عنده حاساسية من القمح اللي ممشيهم على غلوتين فري دايت بعيد عن القمح شو اللي بصير إنه نم ييجي هذا اللي غلوتين بيجي الآي جيئي اللي موجود عندهم الجسم بهاجم اللي هو القمح بيطلع عندهم اللي هو التحسس ومش بس بهاجم بهاجم أي مادة فيها ترانسجلوتامينيس يعني منها اللي بيطلع في الجلد وبالتالي هذول الناس اللي عندهم سيلياك حلاقي عنده خاصة اللي هو الالبو تمام على الالبوز وعلى اللي هو الاكستنسور سيفيسيز اللي موجودة تبعت اللي هو مين تبعت الهاند حلاقي عليهم اللي هو مين حلاقي عليهم ديرماتايتس هيربيتيفورم وبالتالي هاي تيجي أسوشياتد مع سيلياك مهم جدا 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 غالبا تيجي في ميل بتكون بروراتيك وفيزيكلو ببيول بتكون IgA Antibody against Epidermal Transglutaminase علاجها زي علاج السيلياك اعمل Gluten Free Diet بتحسن هذا البيشنت نفهم الميكانيزم تبعتها حكينا لكم للمرة المليون يلا عندي الكارتينوسايت قاعدة بتطلع مادة اللي هو Transglutaminase طيب بيجي عندي IgA Antibody بضرب هاي Transglutaminase على الليفل تبع الديرمو إبديرمال يعني فوق البابيلي تمام تبعت اللي هو الديرمال البابيلي وبالتالي بتتراكم IgA Antibody of Dermal Papilly طيب لما تتراكم Antibody of Dermal Papilly شو اللي رح يصير؟ رح يصير في عندي اللي هو الـ Autoimmune Reaction تمام وعندي Micro-Epsices على هذا الليفل ورح يتكون عندي اللي هو Legions والديرماتيتس Herpetiforms وبالتالي هاي بتيجي Bilateral Symmetrical زي ما قلنا على Extensor Selfies Specialty الـ Elbow وال Knees وممكن الأبرباك والبوتوك هاي بتيجي على Tip of Dermal Papilly بحكي لي ان هاي Micro-Epsices غادر بتتكون ايش هاي فيها؟ فيها تروسب Epidermal Blisters بتكون تحت اللي هو Epidermis فيها بلسترز وفيها Granular Deposition بالIgA Wayne على Tip of Dermal Papilly خلينا نشوفها على Immune of Fluorescent والMorphological طلعوا كيف هاي بتيجي على الـ Elbow اذا الطفل اللي حاطته الـ Elbow مع بعضهم البعض هذا تبع Dermatitis Herpetiform اللي بتيجي اسوشيتد مع السيلياك بتكون على Extensor هاي طلعوا كيف تحت اللي هو Epidermis فوق اللي هو Dermal Papilly صار في عندي تراكم للسوائل وبتالي هاي Micro-Epses أو True Blistering وهون تطلعوا كيف شكلها جاي بـ اللي هو توزيع الـ Epidermal Papilly وبالتالي هاي هي الـ IGA موجودة فوق اللي هو عفواً Dermal Papilly فوق Dermal Papilly هيك منكون احنا وصلنا لنهاية المحاضرة ان شاء الله في المحاضرة القادمة اللي راح تكون فقط للطلب المشتركين راح ننهي مع بعض لـ Tumor of the Skin وهذا الاشي كتير مهم لحياتكم العملية لـ Tumor of the Skin ومهم حتى كمان للناس اللي بدهت امتحن امتحانات خارجية وأكيد لا امتحانكم بأتمنى تذكروني بدعاوت خير تساعدونا عن أشهر فكرة دورة لزملائكم وزملائكم تحتى يشتركوا ويستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا وأكيد صوتوا بتعرفونا قمة مش زي اي منصة وشرحنا مش زي اي شرح كل شيء بتطلع عنا فهمه كل شيء بتطلع عنا حافظه وبعد كل محاضرة ان شاء الله راح يكون في الكميكوز ومراجعة خفيفة لأهم الأشياء الموجودة بالمحاضرة يعطيكم العافية جميعاً وشكراً جزيلاً